مرحبا فيديو سابق طالع على الشاشع من المعاينة الكاملة لانتل اوبتين عرفنا شو هو شو إيجابياته وشو سلبياته اليوم عنا معاينة للوحة أم من جيجا بايت من لوحات انتل الجيل الثامن جيب ست زي 370 المميز بهاللوحة بنو بيجي عليها درايب انتل اوبتين راكب على اللوحة من المصنع اصدار مميز شوي الاشي الثاني توقيتها المعاينة إن ومغزة ممكن تعرفوه أثناء هالفيديو أو بنودي هذا القادم إن شاء الله خلينا نشوف دعب صوت للمعاينة السلام عليكم يا شباب عندنا اليوم ماذربورد من جيجا بايت اللي هي الأورس أو حورس زي ما بتحبوا تسموها Z370 Gaming 7 ماذربورد كثير مميزة زي ما قال مد مدمج محابيجي الوبتين الدرايب علشان تسرعوا البرامج والجيمز والستار تبع الويندوز تبعكم باستخدام كباسيتي أو ساعة هائلة بدمج الوبتين مع الهارد ديسك هاي الماذربورد كثير مميزة شراكة ما بين اللي هو جيجا بايت بالتعاون مع انتل أكيد اللي هو أورس زي سلطة الجيمين من جيجا بايت Z370 اللي هي الجيمين 7 هاي اللي بتدعم أكيد اللي هي الالجي اي الوان وان فايف وان اللي هي السوكت وكثير مميزة وبتدعم الوبتين وكذلك الامر الجيل الثامن من معالجات انتل كمان الجيل التاسع مفاجأة بتحديث البيوس الوبتين بطبيعة الحال اللي هي الميزة الأساسية اللي هي اللي هو الماذربورد وأكيد اللي هو دمجها مع اللي هو الماذربورد كبلت ان فيتشر كثير خيار مميز جدا ويخلي الماذربورد هاي خيار كثير اقتصادي ومناسب للشباب اللي بيستخدموا ساعات هائلة في الهارد سكات باستخدام سرعة اللي هو الاس اس ديزي اللي بتوفرها الوبتين أكيد اللي هي خيارات الموجودة اللي بتوفر جيجابايت الارجي بي اللي بيحبوا الارجي بي الله يشفيكم جميعا وخيارات أخرى كبيرة جدا من حيث الكواليتي الشبسات الموجودة عليها هاي والقطاع كثير مميزة وكثير كواليتي من جيجابايت خلنا نعمل اللي هو انبوكسيك سريع زي ما تعودنا في قناة كامبوتر على أساس نشوف اللي هو المحتويات الموجودة في الماثربورد أكيد في عنا ستيكرز معدنية اللي بس فيها ممتازة في عنا اللي هو المانيولز الستيكر تبع اللي هو جيجابايت اللي هو الكيس أو أي مكامة كوياه والمانيول كثير مهم سيدي لا تستخدموا درافارت لا ليحدث دائما أبدا بالإنترنت كثير مانيول مهم عشان تعرفوا الكونفيقراشن طبع الرامو يمكنك ترقبوه في عنا اللي هو عدد من الأسلاك والكونيكترز الموجودة عنا على أساس هاي الباك بلايت اللي هي بتيجي الـ I.O. بتيجي باللون الأسود بالإضافة لفيلكرو و S.I. Bridge اللي هو هاي باندويت اللي هو الجيل باسكالي القديم وكذلك الأمر اللي هو أسلاك موجودة عنا مختلفة اللي هو الـ RGB واللي هو سينك تبع الـ RGB مع الماثربورد وسينسورز الماثربورد جميلة جدا تيجي باللون اللي هو أسود والبيتاليك اللي هو الكري خلنا نعمل اللي هو للي محبوا الشغلات نشيل الـ Stickers جميلة جدا الماثربورد ما احنا زي ما احنا شايفين هون عنا بحاولنا قدر الإمكان ما اعطيكوا جمالية هذا الماثربورد سواء كانت ضاوية أو مش ضاوية يا شباب حسب اللي configuration تبع اللي هو الكيس الموجود عندكو هاي الماثربورد انا شايفها اللون الأبيض مع الرمادي مع الأسود عاملة فعلا اللي هي جمالية كبيرة جدا ومكانها تناسب جميع معظم الأضواق هاي السوكت الموجودة عندنا زي ما قلنا جيل الثامن وبتدامج جيل التاسع بتحديث بايوس ان شاء الله بإذن الله السي بيوز الموجودة عندنا هاي ماثربورة قادرة لأنه زي ما احنا شايفين عندنا اللي هو الفيزز الموجودة هنا هاي كثير بتساعد على أساس تعمل ديليفيري اللي هو سي بيوز الجديدة بالإضافة للشراود جميل عندنا وفي مروحة في الداخل هذا جميل جدا هذا الشراود بالإضافة هاي هاي هون اللي هو تبع سي بيو باور موجود عندنا في الأعلى والمواصفات زي ما حكينا اللي هي فورس لوتس للرام اللي هي دول باندوث ركبوا لما تركبوا الرام الموجود عندنا هون يا شباب لازم تراعوا بإنه تركب كل واحدة بعد واحدة يعني على سميثات تركبوا حبتين رام بس بتركبوا على الأولى بتركبوا على الثالث الأولى والثالثة وإذا عساس لو حبتين حبي هون وحبي هون وإذا بتركبوا واحد ثاني بتركبوا الثاني والرابع الثانية والرابع زي ما احنا شايفين أبداح alguتوا تركبوا أربعة حبات تحطوا على كل السوتات الموجودة عندنا هون في عنا فان كونيكترز موجودات عندنا هون للسي بيو واحدة اللي هو وبشنال والثانية زي ما هون زي ما هون زي ما احنا شايفين في فوق فانات کونيكترز هنا للسي بيو 'RE USB هذه إضاءة جميلة جدا على الجنب اليمين تعطي الجمالية الزرار اللي هو الستب كذلك الأمر اللي هو خيار خاص فيك جميل جدا من جيجا بايت بالإضافة للزرين الموجودات عنه هنا واحدة للسيف ريبوت واحدة للريسات جميلة جدا على أساس للأوركلكرز لللي بتحاول يعمل الأوركلكر على المذر بورد وهذا يبتدعم هاي 24 بين اللي هو تبع الباور الأساسي اللي بركمل الباور سابلاي على المذر بورد بالإضافة لفان كونكتر موجودة لأنه هنا ويو اس بي اللي هو 3.1 ويو اس بي 3.0 للفرونت هيدرز إذا بدك تركبوه على الكيس الموجودة عندكو حسب الكيسات بعض الكيسات تدعم ممكنك تركبوها من أمام وأكيد اللي بتيجي تحت هاي الشريحة المبردة على أساس حافظ درش حرارته هنا في عنا هاي الشيب كثير مميزة رح نحن نحكي عنها في حلقات قادمة للأوركلكرينج والستبس الموجودة بالإضافة لعادة من البي سي آي اكس برس اللي هو سلوتس الموجودات للجين تري وكلهم مدعومات انفورت جميلة جدا والبي سي اتش اللي الشريحة موجودة مبردة على أساس أنها تدعم كسر السرعة وتوفير باور ديليبيري وفيه عندنا سلاء اللي هو أماكن لتركيب الام دوت تو اللي هو الاس اس ديز ثلاثة بالإضافة للأوبتين بركب فيه عندنا اثنين موجودات عندنا هون جميلة جدا الخيارات على أساس أن يكون فيه عندك تعمل ريد عليها في المستقبل ممكن لن معكون خاصة عنها حلقة خاصة ساعة كونكترز الموجودة عندنا للهارد دسكات بالإضافة للكونكترز الموجودة فيه تحت الرامن الموجودة عندنا هون لأ lo asp اليو اس بيز المختلفات power connectords والreset والآخر ثري فان كونكترز موجودات عندنا هون تحت الساعة موجودة هي كتير مهمة عشان تطعينا الرئيري لا أسمح الله إذا صار فينكم الشاكل تتعرفوها الكودز الموجودات عندنا هون بالإضافة للكونكترز الموجودات الأخرى سواء كانت للفانات أو للر جي بي أو للخيارات المتعلقة بكرت الصوت اللي موجود بإمكانك السماعات اللي هو متركب على الكيس من أمام توصلوه هون على أساس ان كنتقدروا تحصلوا اللي هو منفذ أمام الكيس مش بالخلف والشبست الموجودة هون ممتازة خنا نشيل هاي البلاستيكة بعدها كانت موجودة من عملية اللي هي شيلها وزي ما حكينا اللي هون الشبست اللي موجودات هون هاي يابانيات ممتازات جدا وفي عندك اللي هو الأمب اللي هو أوديو جميل جدا ومدعوم هم على أساس يحصل لك أمات عالية في عنا يو اس بيز بالإضافة لبي اس تو اللي هو المذر للكيبورد للماوس بالإضافة لشجي ام اي ولي سبي بورت ثري اللي يو اس بي اللي هي ثري بوينت زير موجودات هنا هون بالإضافة لسي تايب يو اس بي وارجي اللي هو تو كنكترز موجودات هنا جميل جدا لشينا طينا بندوت عالي بالإضافة لثري بوينت وان ولي هو الاوديو اوتلت شباب نقطة كتير مهمة وممتازة هون شايفين هذول بي ساي اكس برس لين الكونكترز موجودات مربوطات مباشرة مع السي بيو خطوة جميلة جدا من جيجا بايت لانكن الانتل وهي الامدوت تو والامدوت تو بالإضافة لآخر بي ساي اكس برس لين راكبة على البي اس اتش على أساس توفر لنا لينز أعلى وأداة أفضل توفير الطاقة هذول الاثنين راكبات مع السي بيو ولكن الابتين وهي الامدوت تو بالإضافة لآخر واحدة بي ساي اكس برس لين راكب مع البي اس اتش نشيل الكفر تبع الابتين زي ما احنا شايفين هاي اللي هي اللي هو الاس اس دي تبع الابتين اللي راكب موجود عنا عملية تركيب سريعة ما رح نخوض كثير بالتفاصيل زي ما عودناك وتطلعوا جمالية الار جي بي للي بيحب الار جي بي انا مانا دارك سولس ما بحب الار جي بي ولكن زي ما احنا شايفين عنا اللي هم منافذ عديدة على اساس انك تضوي الكيس سواء جنب السي بي او اللي هو الكولر موجود عنا حوالينا الرام هاي الشريحة اللي شفناها قبل شوي بالإضافة لالبي اس اتش وعلى نفس البي ساي اكس برس لينز تعطي جمالية للي هو الماذر بورد اذا انكم بتحبوا الامور هاي كلها انا ما بحب تغيير الالوان بحب اللون الواحد فقط ولكن زي ما انتو شايفين الكيس جميلة جدا قبل ما نركب اللي هو كات الشاشة اللي بركب بشكل افقي عليها هون باي شكل حبيتوا تركبوها على اي كيس اللي هاي الماذر بورد تركبلكو بتوفركو جمالية بكاكو تطفو اللي هو الاضواة وهاي الموجودة عندك اذا ما حبيتوها انا بعادة بطفيها او بخليها لون واحد فقط عنا هارد سكين اليوم من سي جيت مقدمات اللي هو 4 تيرا بايت 4 تيرا بايت راح نقارن اداه الهارد ديسك مع وبدون اللي هو الابتين يعني هنشوف مع الابتين وبدون الابتين مين اسرع وليش افضل الابتين مليون مرة منك تستخدم هارد ديسك لحاله على اساس انك تدمج الابتين وتفرق الاداء بين هذول الهارد سكين زي ما احنا شايفين بانهن ايرون والف اثنين متشابهات 4 تيرا بايت الهارد سكين واحد رح نجرب الويندوز عليه وعملية التشغيل ولعبة عليه على أساس نشوف وقت التشغيل ولكن قبل ما نركب الاوبتين لازم نروح على البيوس بتفوتوا على خيار البيوس تكبس عليه هون وتتأكدوا أنه فيه عندنا خيار هون اللي هو CSM اللي هو support لازم تكون disabled قبل ما تعمل اللي هو تركيب لا أو تفعيل لعملية اللي هو الاوبتين تعملها disabled هاي كثير نقطة مهمة على أساس يتعرف على اللي هو الاوبتين بعدين بتروح على الخيار بتروح على SATA and RST configuration آخر خيار موجود عنا هون في عندك خيار اللي هو SATA mode اللي هو selection الAHCI هاي بتغيرها بتختار الخيار الثاني اللي موجود عنا اللي هو intel RST اللي هو premium with intel obtain او اخره و بتتأكد بأنه use RST legacy اللي هو OROM أو DROM شايف حرف الاولى دي دائما لازم تكون هاي disable هاي النقطة enable وهاي disable بعدين منروح على موقع intel ومنختار اللي هو الدرايبر الموجود عنا 32 جيجا بايت اللي موجودة عنا ومننزل البرنامج اللي خاص فيها تبع الاوبتين ومنعمل اللي هو عملية الرن على اساس نبلش عملية ال installation هاي رح تأخذ وقت شوية شباب next 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 الى اخيره وعمل اقري على الامور هاي كلها سهل جدا عملية التركيب تأخذ شوية وقت هاي مسرعة بشكل كبير على اساس نفرجيكو بس اللي هو عالية عملية التركيب الكمبيوتر بعمل ريستارت عدة مرات لغاية لما يدخل على اللي هو الست اوب الكامل تبع الاوبتين نفس العملية الاوبتين ساعتها رح يبلش الاعداد ولكن بعطيك تحذير هون بانه كل المعلومات الموجودة على الاوبتين رح تنحذف هنا فرجنا عندنا الاوبتين 32 جيجا بايت والاربعة تيرا بايت اللي هو الهارد ديسك رح يدمجهم هالسا قاعد بفرمت اللي هو بالاوبتين وبدمج الاثنين مع بعض رح يمر ريستارت وعدة خيارات موجودة عنا لغاية لما يعطيك بانه نجحة العملية هاية ولما تدخل على البرنامج بيفرجيك بانه انه اتس اولي انابل والاثنين مدمجات مع بعض كهارد ديسك هسا عملية التسريع شباب هاي اللي هو ريبوت كولت ريبوت من الصفر هاي اللي هو هارد ديسك لحاله هارد ديسك مع اوبتين مع هارد ديسك مع اوبتين عملية الريبوت والستاب تبع الويندوز بلشت كملت في 13 ثانية بينما ظلت راحت هاته السيجنال موجودة عنه هنا بعملية التسجيل مش هديك الاشكالية ولكن كان برضو شغال اخذ 42 ثانية تشغل الويندوز من الهارد ديسك فرجيكوا قديش القدرة جميلة جدا يعني تقريبا اربع اضعاف اسرع من اللي هو اللي هو الانتل اللي هو الهارد ديسك عفوا الانتل اوبتين اسرع منه خطوة جميلة جدا من جيجا بايت بانهم دمجوا اثنتين هذولا ما بعض تشغيل الالعاب ما رح يسعر الالعاب ما عطيك فريمات زيادة ولكن بسرعلك تشغيل الالعاب وتشغيل الخرائط على اساس انه ما تأخذ وقت كبير جدا هون كان فرق كبير جدا بلعبة زي اوفر ووتش الهارد ديسك مع الوبتين خلص في فترة قياسية جدا مقارنة مع اللي هو الهارد ديسك يعني خلص في 17 ثانية ولكن اتوقع اخذ دقيقة ثلاث ثواني يعني اربع الى خمسة اضعاف اسرع من الهارد ديسك الشباب بالخلاصة جيجا بايت ابدعت في دمج انتل اللي اوبتين مع الماذر بورد هاي خيار اقتصادي جميل جدا على اساس انك تحصل اداء الاس اس دي مع سعة الهارد ديسك بدمجين الاثنين مع بعض وسعر هاي الماذر بورد كذلك الامر بدون الابتين ومع الابتين قريب جدا فاذا بدك تختار لا والله بختار الموجودة معها اوبتين وهذا خيار كويس ساس بجوز بعد شوي بقولكو حذرت ولا لا على الجيل الثامن برضو راح تجعم بديد جيل التاسع فهاي شغلة كثير ممتازة على اساس انه سي بيوز الجديد الموجودة بالسوق هاي الماذر بورد خيار ممتاز واحنا بننصح فيه للجميع بالنهاية شكرا انكم على المتابعة حابين نسمع رأيكم شو رأيكم باداء هاللوحة شو رأيكم بالانتل اوبتين وشو رأيكم بيدمج الانتل اوبتين مع هاي اللوحة من المصنع هل كانت اضافة كويسة ولا مائل هداعي ولا اوبشن موجود حابين تستخدموه ولا لا واجونها رأيكم بالتعليقات الاشي التالي اللي حابين نعرف رأيكم في توقيتها المعاينة حذرتوا ليش اذا حذرتوا حطوا بالتعليقات ما حذرتوا استنوا ان شاء الله المعاينة الجاية ورح تعرفوا ليش عملنا معاينة الالوحة من الجيل الثامن بوقت متأخر شوي من صدورها شكرا لكم على المتابعة اذا عجبكم الفيديو عملوا للايك ما عجبكم عارفين شو تعملوا لا تنسوا اشتركوا بالقناة فعلوا كبسة الجرس عشان توصلكوا اي فيديوهات جديدة منا اسئلة ملاحظات اقتراحات حطوها بالتعليقات او تواصلوا معنا على شبكات تواصل اجتماعي اسمنا عليها هو كامبوتر موجود بوصف الفيديو ووصف القناة تحية كبيرة جدا من دارك سولز ومن نمط سلام نراكم في فيديو التالي